اشتركوا في القناة ازاي نقدر ناخد التلاتاشر يعني زي ما الجمهور بينادي على ميسر كولر كده بعد المباراة ما خلصت والفريق لسه ما احتفلش ما رفعش كاس البطولة قاله التلاتاشر يا كولر كيف سستما الاهلي جماهيره ده سؤال صعب جدا على فكه عشان تخلق من عقلية الجمهور انت افسرد العكس ماذا لو انك كنت بتاخد بطولة افريقيا كل عشر سنين مرة او كل عشرين سنة مرة حجم فرحتك حجم احتفالك حجم تقديرك للانجاز هيكون عامل ازاي هتسأل بعده عن بطولة دوري ولا عن بطولة كاس ولا عن خسارة لقب سوبر ولا هيفرق معاك الهدف الاهم تم تحقيقه ميشن اكمبليشت زي ما بيقولوا يعني لكن هنا مع الاهلي القصة صغير بتبص السيزن جاي في منتهى صعوبة وبتحسب حسابات الالقاب اللي انت حتى مش عايش تفرض فيها فريق جايب تلت برونزيت كاس عالم وجايب بطولة كاس مصر وجايب بطولة كاس سوبر او كاس نغبة وجايب دوري ابطال والناس بتحسب من النهاردة اخبار الدوري ايه هو اخبار الدوري ايه بالمناسبة والناس بتفكر من النهاردة ازاي الاهلي هيحضر للميركاتو بتاع الصيف وازاي النهاردة الاهلي بيفكر فيه البطولة الجديدة اللي هي الانتر كونتينينتل طب وهنعمل ايه في كاس العالم للاندية النسخة المكبرة الشكل الجديد كل دي اسئلة بتترح في عقول انا واثق جزء كبير جدا من جمعين نادي الاهلي بمجرد بمجرد ما تحقق اللقب او يقول الاهلي حقق البطولة وده شيء صعب جدا 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 عشان كيف اقولك دي واحدة من ضرائب النجاح اللي بيحققها وبيتفعها النادي الاهلي نتيجة نجحته المتكررة والناس كتير جدا في وقت كتير مع اول ظرف صعب او اول مطب صعب ممكن تكون في منتهى القصوى الدوري المقفه صعب خليني اقولكم البطولة بتزداد صعوبة يوم بعد يوم في الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه ده الاهلي لم تتجاوز او لم يتجاوز عدد مبارياته في البطولة عن 50% بمعنى بتلعب 34 مباراة في الموسم الاهلي غاية النهاردة ما تخطاش مباراة الدور الاول الاهلي لعب 15 مباراة فقط لغير من اصل 34 ده معناه ايه؟ معناه انه يتبقى لنا في المسابقة 19 مباراة طب وايه المشكلة في كده؟ المشكلة انه فيه عدد فرق مش قليل وصل ل 22 و 23 و 24 وفيه فرق لعبت بالفعل 25 مباراة يعني يفضل لها 9 مباراات وينتهي الموسم اكلينيكيا بالنسبة له ده معناه انه فيه مباراات هتبقى اقرب لمباراة الكؤوس منها لمباراة الدوية يعني ايه؟ يعني الفرق او اغلب فرق البطولة اتحدد موقفها بشكل كبير سواء الفرق اللي بتنافس فوق وعندها رغبة في انها تدخل في مركز يأهيلها لبطولات افريقية او الفرق اللي بتصارع ودي عددها لا بأس بيه يعني تعرفين طبعا المنافسة الحقيقية عندنا في بطولة الدوري فين؟ تحت في قاعة جدوى للترتيب فالفرق اللي بتنافس على الهروب من الهبوط عددها كبير جدا وده معناه انه المباراة المتبقية ويوم عشرة يعني معناه انك بتتكلم تقريبا في انه عودة النشاط مرة تانية انسى خالص مطشاط الكاس انسى خالص مطشاط الكاس دلوقتي اركناها على جنب ده معناه انك لما ترجع في نص ستة نص شهر ستة هيبقى عندك متبقل لك تقريبا تسعتاشر مباراة في الدوري كأنك بتبدأ موسم جديد يعني في بعض الدوريات في بعض الدول بتبقى اتنشر الدوري الدرجة الاولى او دوري الممتاز بيبقى بيشارك في اتنشر فريق او اربعتاشر فريق مثلا فبيلعب في السيزن كله مثلا يعني اتنين وعشرين مباراة او خلينا نقول ستة وعشرين مباراة فانت ده من حسابيا ورقميا يعني برا مطشاط الكاس انت بتتكلم في موسم جديد هيبدأوا الاهلي في المنافسة على بطولة الدوري هل بالتوازي او بالتساوي مع بقية الفرق يعني هل كلنا بناخد وقفين على خط اللي صارت ونبدأ كلها سوى لا ده كله خلص تقريبا كله تقريبا عارف موقفه ايه فرصه ايه اللي متبقية في البطولة بيحاول يوصل لهدفه ازاي وبالتالي انت هتخش فيه ظروف صعبة جدا ده مش معناه ان البطولة بعيدة رقميا وحسبيا الاهلي لو فاز بمؤجلاته على الاقل تقدير والاهم فيها مباراة بيرامدز لانه بيرامدز شارخ يعني بيرامدز طبعا ودع افريقيا بدري بدري شغال اعتقد لعب تسع مطشاط او عشر مطشاط على التوالي مكسب فبالتالي منافس الزمالك اعتقد استعاد يعني عفاته بشكل كبير جدا بعد محاق الكونفيدرالية برضو اعتقد انه قريب من المنافسة ففي النهاية الظروف صعبة من النهاردة ناس بتتكلم على المركاتو خليني بس الاول اقول لكم وده جزء من حلقة النهاردة الصارت فيه ليه النسخة دي هي النسخة الزهبية في بطولة دوري الابطال يعني 12 نسخة ليه انا بشوف النسخة دي طبعا على مستوى الاهمية والمكانة عند الجماهير انا عارف انه فيه بطولات تانية كتير ممكن تكون اهم ممكن تكون لها ذكريات اكبر ممكن تبقى من حيث المكانة والغلاوة في قلوب الاهلوية اكبر بكتير يعني نهائي القارن الاهلي والزمالك اعتقد انه صعب جدا 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 فيه اي نسخة من الاثناشر تقرب منه عند جماهير نادي الاهلي نسخة الصفاقس التونسي نفس القصة برضو اعتقد انها ذكرة مش ممكن ابدا تتنسي سيناريو الاحداث والمباراة مباراة الزهاب في القاهرة احتفلات الصفاقسي في الساد القاهرة بعد انتهاء المباراة بالتعادل التيفو اللي عملوا جماهير الصفاقس في الملعب هما بيستقبلوا الاهلي واحساسهم او محاولة توصلهم رسالة انه البطولة خلاص مع الصفاقسي الهدف اللي جي في اللحظة الاخيرة في نهاية عمر المباراة يخليها برضو نسخة لا تنسى الترجي في رادس برضو في 2013 نسخة لا تنسى لكن النسخة دي تحديدا يمكن ما كانتش من حيث الصعوبة او الاهمية عن نفس القدر لكنها تظل نسخة استثنائية وده اتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة عشان مش بس استعراض عضلاتي يعني مش فكرة انه احنا بنستعرض عضلاتنا لانه القوي او البطل مش محتاج يعمل ده افعاله بتتكلم عنه ارقامه انجازاته بطلاته بتتكلم عنه لكن ده في اطار تقييم موضوعي جدا بعين خبيرة تقدر تقولك ايه اللي ينقصك او ايه اللي نقصك عشان تقدر تطور من مستواك عشان تبص على سيزن جاي هو السيزن الاستثنائي انا كنت بشوف السيزن ده الصراحة هو اصعب سيزن الاهلي على مدار تاريخه انا بغير كلامي دلوقتي وبقولك ان السيزن اللي جاي اصعب بكتير وبمراحل من اشتركوا في القناة